لكن خلينا نتكلم على ما هو أعلن وأنجز بالفعل تم تجديد عقد الحراء الحراء باقي مع الأهلي لثلاث سنوات أو ثلاث مواسم كمان مؤمن زكريا بعد جلسة فيها كتير من التلاقي والترحيب بينه وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ وامتداد للحقيقة زي ما جاءت سيد لكل جهود الكابتن حسام غالي والكابتن محمد فض والكابتن محمد يوسف مع مؤمن زكريا مع جلسة بينه وبين الكابتن سيد استمرارا لكل هذه الجهود زي ما أكد لسيد عبد الحفيظ مؤمن اختار البقاء في بيته لمدة ثلاث مواسم جايين وأنا أعتقد بدأ كمان ينفس برنامج تأهيلي خاص جدا وهو لعب مسجل في الفريق إذا كانت تعطل في الفترة اللي فاتت عن المشاركة لكن ابتداء من أقرب المباريات يمكن للجهاز الفني لو شايف مؤمن جاهز يدعم به قوة الفريق باش منز لاعب مهم جدا وراجل من أصحاب الخبرات اللي بدأ عددهم يقل في الفريق ولاعب له تواجد هجومي وله تواجد دفاعي وله تواجد تكتيكي عندما تفتقد مؤمن بقدراته المعروفة لا الفريق بيبقى نقصه حاجة زي مؤمن زكريا أنا التقيته من يومين في النادي وكان نازل اسكامريا فاتحكت معي يا عم مؤمن الدوشة دي ما تخلص يا عم وتخلصنا فاتحك قال لي يا كابتن فيش حاجة والله كابتن سايدة ما دخلت له قال لي لا مسألة حاعدة حتبصت لقينا مخلصين كل حاجة والجميل في الموضوع بقى لم يطلب طلب في هذه الجلسة ولم يحصل على شيء من الناس اللي كانت بتتكلم فيها والطلبات المبالغ فيها هذا يعني الأمانة تقتضي أن أنا أولى هذا الكلام فحق لاعب هو من ولاد النادي الأهلي ومن أهم اللعيب والأمانة كمان تقتضي أنه من أكتر من شهر فات كنا في حالة وجهنا اللوم لمؤمن على تأخير التجديد وبعد الهوى كلمني وإحنا راجعين في السك كان تقريبا قبل مباراة الترجي الأولى وقال لي أنا جاهز من الصبح أمضي على بياض أنا يعني كل اللي بيتقال في المواقع وفي الإعلام وكله أنا مش مسؤول عنه أنا جاهز بكرة أمضي على بياض وأعتقد هو تواصل بهذا الشأن لكن انشغال الفريق وقتها بالبطولة الأفريقية وبكل التدعيات اللي حصلت أجلت المسألة لغاية إمبارح تمكن الكابتن سيد عبد الحفيز من غلق هذا الملف عشان يكون مؤمن دعم قوي جدا لفريق هو تربى فيه والنادي هو بدأ فيه من طفولته فأنا أعتقد وجود مؤمن كل شخصة إبراهيم لها مفتاح إذا عرفت المفتاح تقدر تتعامل بالسهولة أكثر مما تتوقع كابتن السيد علم مفاتيح مؤمن فستطعن أنه فيه جلسة أو فيه جلسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر